السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيلم جديد كيبدأ فيلمنا وسط من الصحراء المغربية مع هات الشخص اللي ركف طنوبي القديمة حتى وقفت به الشي اللي عصبه بزيف نزل وكان هازمعه ساك خدا واحد البالة من الكوفر وطلع فوق هاتل وبدأ يحفر حتى قاد حفرة وحط فيها الساك اللي كان عامر بالفلوس ودفنه تم ورجع هات الحفرة على شكل قبر ولاح البالة اللي كانت عنده هم اللي نزل وقفوا عليه رجال الدارك المالكي وقدروا يشدوه ومن بعد مدة خرج من استجن واشطاك سي باش يرجع للبلاس اللي يدفن فيها الفلوس مالي وصل تم تصدم حان تبني ظريح فوق القبر اللي يدفن فيها الفلوس طلعش الشخص المجهول وشاف الناس اللي مجموعين حدا باب الظريح وشاف ان هات ظريح سميته ظريح السيد المجهول وشاف حتى الفيلاج اللي جتبني جن بالضاريح نزل الفيلاج باش يقلب على فن بات الليلة لقى واحد فندق اللي سميته فندق السيد المجهول أدخل ليه وكان صاحب الفندق كيقرى في القرآن وبقى كي تسنى فيه حتى سالة وسوله صاحب الفندق واجأ يزور الشخص المجهول جاوبه وقال ليه وخاصه شومبر في نيبات الليلة صاحب الفندق قال لي كين شومبر واحد اللي بقى والتامان دياله 150 درهم الشخص المجهول اعطاه 50 درهم وقال ليه الباقي حتى نجبط البستان ديالي حتى مديره تحت الحواج في الصاق ولكن صاحب الفندق رفض تم الشخص المجهول بدك يمثل انه يقلب على البستان في الصاق دياله حتى جا هات الشخص اللي سميته الحاج وكمل الفلوس للشخص المجهول وكال الحاج جار الشخص المجهول في الشومبر جال عنده وسوله شنو جا يدير في هاد الفيلاج واش مريد قال لي الشخص المجهول باللي هو باحث تم الحاج ضحك وقال لي غير شفت كل مرة اللولى قلت يا اما مريد يا اما باحث من هات شعر اللي حيالي مربي ادخل الشخص المجهول الشومبر وحل الشرجم تم شافت ضاريح وسمع هات الشخص اللي أعطى الحاسا nein هادية وطلب منه يديها الاب ديالة السبراهيم مشي حاسا nein عند الاب ديالة ولي كان وسط من أرض لا تصحراويه بسبب الجفاف عطاه الحاساnon الهادية ولكن السبراهيم Macaw animal gave showering atckeischen وفي نفس النهار وصل الطبيب جديد اللي غاد يخضم في هات الفيلاج يمشي طق في الصبياطار حل عليه الفرملي وقل لي يبين لي الصبياطار ساد وحتى الطبيب ما زل ما أوصل تم قليه باللي هو الطبيب جديد وداه الفرملي وراه فين غادي يسكن في الليل جا الشخص المجهول حد الضاريح وشاف العساس اللي قيل استمام على الكلب دياله جب دعسا كان هزا معه وتم غادي طالع وفي نفس الوقت كان واحد شفار تم لاح حجرة من اللي يسمع هالعساس نادي شوف شنوا واقع جا الشفار بدي يجمع في الفلوس اللي كي حطه الزوار في النافورة ديال الضاريح ووصل الشخص المجهول لقى الشفار قدامه ضربوا الراس دياله وهرب تم رجع العساس وقدر يشد الشفار وفي الصباح كان حسان والسيبراهيم خدامين في الارض ديالهم وقلسوا يرتاحوا شوية تم حسان قال لأب دياله بللي جا الوقت باش يخويه الضوار ويمشي وسكنه حتى هم احد الضاريح ولكن السيبراهيم كان رافت تماما هاد الفكرة والعساس في الصباح كان راجع لداره وفرحان حنتقدر يشد الشفار ادخل لداره وفيق ولده اللي كان مازال ناس من اللي بغى الولد يفطر حبسه الاب دياله وعطاه نص ديال الخبزة اللي دار لي فيها الطون وقال لي غير توصل العشرة اعطيها الكلب ايا كلها رهما هو كل والو البارح خرج الولد وخرج ناجي يسرحهم وكان معاه الكلب والشخص المجهول جال عند الحلاق باش ينقص من اللحية وهاد الحلاق كان كيدير اي حاجة يحييت السنان يخطن دراري الصغار ويصيب حتى السنان ديال الذهب من اللي دخل الشخص المجهول سلم عليه الحاج وعطاه حتى النوبة دياله باش ينودي يحسنه هو اللي اول وسولوا الحلاق شنو جاي يدير في هاد المنطقة كل يوم بيلي كيدير دير عاصل تربة ومن بعد دخل العساس وكانوا الناس كيشكروا فيه وهو فرحان وبدأ يعود لهم في قصة خيالية على اللي يوقع عليه البارح مع الشفار وبيلي الكلب دياله قدر يشده بكل سهولة سالة الحلاق من الشخص المجهول ونادي يتوف في المراية وشاف بيلي كريم الحلاقة دير ليه الحساسية الناد العساسي حسن تم الحلاق بالدلي كريم الحلاقة الشي اللي قلق الشخص المجهول تم اخرج والتاصل بصاحبه وقال لي محتاج قداره ويجيل عندي والطبيب كان قيرس وفرحان حنط اليوم هو اول نهار لي ديال الخدمة دخلت عنده المريضة اللولة وقالت لي بيلي من عشرين عام وهي مريضة وضارها راسها تم اعطاه الفرملي بواطة ديال الدواء يعطيها اللمرة دخلت المرة الثانية اللي ما كان عندها والو من غير الكحبة اللي كتجيها ليل اثنين وليل الجمعة والفرملي عاود اعطاه بواطة ديال الدواء يعطيها اللمرة والطبيب خرج وشاف ان كل مرضى عيالات تم ارجع وسول الفرملي واش ما كين حتى راجل في هاد الفيلاج قل ليه كينين ولكن ما كيجوش للسبيطار لمرضو كيمشو الضاريح السيد المجهول سولوا الطبيب واش كيصحوا قال لي الفرملي مرة اه مرة لا تم عاود سولوا علاج ما كيدوش حتى عيالاتهم للضاريح قل ليه الفرملي باللي كيدوهم وهو مدبجية للسبيطار غير حنت ما عندهم فين يتسعروا في هاد الفيلاج وكيجي ويتلفوا الوقت في السبيطار الش اللي قلق طبيب بزيف وفي الليل كان السيبراهيم كيتسنت للنشرة الجوية تم قل لي ولده حسن باللي يبغيم شي من تدوار وطلب منه يجي معاه ولكن السيبراهيم رفض وفي نفس الوقت الشخص المجهول قدر يحل المجر ويسرق منه 200 دلم باش يخلص الليلة من اللي يجي صاحب الفندق القلم جر محلول وشك انه الشخص المجهول اللي يحله نمشى الشخص المجهول الضاريح وشاف العساس اللي قيل استمه وشاف حتى واحد اخر غادي طالع جهة الضاريح تاصل بصاحبه اللي كان تمه وقال لي فين غادي طالع من اللي يعرف انه ماشي هو طب منه يرجع والعساس ناضي قدي حاجته تم وصل هاد الشفار واسرق البلاكة اللي مكتوب فيها ضاريح السيد المجهول اهرب ارجع العساس وما لقاش البلاكة تاصل بالضارك الملاكي تم الشخص المجهول رجع هو وصاحبه في حالهم طبيب في هاد الوقت قاد يكون قاتله غير الماليل وقلت ما يدير الشي اللي خلاه يفكر يمشي يقلس مع الفرملي يدوزه شوية الوقت دق على الفرملي حل عليه وسوله ماله لابس لك حل ودخل عنده وقلس معاه تم شاف البلاكة اللي تسرقات من الضاريح وقال لي الطبيب ما تخافش ما غادي نقولها لحتى واحد فالصباح كان العساس عند الحلاق والناس كلها كتشوفه شوفه ناقصة حن تسرق الضاريح وحتى الحلاق بدل معاه المعاملة من بعد مشى السيبراهيم لعند صاحبه وطلب منه يمشي وصلي وصلاة الاستسقاء قال لي صاحبه واش غير انا وياك قال لي السيبراهيم ماشي مهمش حل من واحد المهم هي النية والله غادي يستاجب لينا ومشى السيبراهيم وصاحبه وولده حسن صلى وصلاة الاستسقاء فهذا الوقت كان الشخص المجهول مع صاحبه وحده الضاريح وشوفه واحد المرأة اللي جاءت تعالج والطبيب كيف العادة كيعطي الدول المرضى اللي ما مراد مواله ارجع الشخص المجهول هو صاحبه الشومبر وبدو يفكره كيفاش يتهنو من العساس والكلب دياله والشخص المجهول قال لصاحبه انت ما تبقاش تفكر حانت افكاره كلها زيره وصاحبه سوله واش انت متأكد باللي دافل فلوس سمه حانت ما باغيش يحفر قبر انت عواليه صالح الشخص المجهول قال لصاحبه واش حتى انت اولي تكت امن بهات الخرافات الغدلي في الصباح صاحب الشخص المجهول كان قالص في الطنوبيل كيتسنف ود العساس يخرج الغلم يسرعها باش يقشل الكلب وغير شاف الكلب خدم الطنوبيل وداز من فوقه وحرب والعساس كان عند الحلاق حتى شاف ولده جايب ليه الكلب اللي كان مضروب تم العساس ضرب ولده وقال لي انت ما لايقلي والو وعرف باللي الطنوبيل ضربت الكلب غير بالعاني والشخص المجهول شاف هات الشي ومعجبوش الحال تم رجع لعند صاحبه وسوله شنو دار قال لي صاحبه غير هني تكمل الكلب تم الشخص المجهول قال لصاحبه يا قتلك ما تدير والو حتى نقول هلك انا وقال لي باللي حتى الكلب ما قدرتيش تقتله تم الصاحبه فرح بزاف حتى كان حاسب تأني بالضامير وما كانش بغي يقتل هاد الكلب والطبيب في هاد الوقت كانت عنده واحد المرأة اللي قالت لي انها مريضة من المسيرة الخضرة عطاها هاد الدواء وقال لي هاتبقى تشربوه في عيد المسيرة الخضرة حتى ادخل عنده العساس وهاز الكلب دياله وطلب منه يعالجوا ليه ووافق الطبيب وطلب منه ما يخرجوا كاملين وبقاوا الناس دير الفيلاج كيتسنوا في الطبيب شنو غادي يدير الكلب هو بالفعل قدر يعالجوا ولكن طاحوا ليه اسنانه كاملين تقريبا من بعد خرجوا العساس ومشا في حاله في الليل كان غادي الشخص مجهول مع صاحبه باش يجبدوا الفلوس من القبر حتى شافوا المرأة اللي كان جاية تزور تشافات وما اللي وصلوا لعن الضاريح كان صاحبه مخلوع وطلب منه يتسنوا حتى الغداء حتى ما مرتاحش اليوما وفي الصباح خرج استيبراهيم ومشا للضاريح وتسنى حتى العساس مشا في حاله وبغي يهرز الضاريح ولكن الناس اللي تم منعوه ومنهاد النهار والستيبراهيم مريض وما بقاش كياكل وفي الليل الشخص مجهول حلا مجرر في الفندق ولكن يلقاه خاوي وسمع شي هادرة وهو يهرب وهو صاحبه ومشا للضاريح لقاوا الناس جايين يزوره وعارفوا انها الطوق وصغطت بقى ثلاثات الليلات متابعة في الصباح جا العساس لعن الحلاق وطلب منه يصايب ليه سنان ديال الكلب ولكن الحلاق قال ليه راه غالين بزاف وخاصني سنان ديال الكلب باش نصايب عليهم العساس قال ليه ما تخمم لواله والفلوس اللي طلبت نعطيها ليك وحتى السنان غادي نجيبهم لك في الليل جا العساس لعن الحلاق وجايب ليه سنان ديال الكلب وعطاه حتى تصبيق وقال ليه غير يبيع بلاده ويكمل ليه الفلوس في الصباح حاصل القصة إبراهيم ميت وداه دفنه وفي نفس الوقت طبي بدف عملية زرع أسنان الكلب ديال العساس وبالفعل نجح هات العملية والناس ديال البيلاج فرحوا بزاف وفي هاد الليلة غير بغى الشخص المجهول يهرس الباب ديال الضاريح ضرب البرق ورعد الشي اللي خلعوا بزاف وقرر يمشي حتى الغد ليه ويرجع حاصل في الصباح قرر يخبو الفيلاج ومشي يزور قبر الأب دياله قبل ما يمشي وغير قلس حتى القبر ديال استيبراهيم وبدأ يدعي بدأت شتى تصب الشي اللي اقتر علي حاصل بالزاف حتى أخيرا شتى صبات ولكن حتى مات الاب دياله رجع للدار وتسنى حتى تحب الشتى وفي هاد الوقت واللوحة الرجال كيجي وصبي طار ماشي باش يتعالجوا ولكن باش يعالجوا حيواناتهم او واخا هاكاك الطبيب كان عاجبوا لحال وفي العشية وصل حاسان حد الضاريح وقلس يرتاح وغير طاح الضلام احفر حفرة ودير فيها قنبولة باش يتهنم الضاريح بمرة حتى بس باب امات إبراهيم وطول الفتيلة انتع القنبولة وبعد من تمه ووصل الشخص المجهول وغير بغير يهرس الباب تفرق عاية القنبولة والشخص المجهول في قد الوعي صاحبه اسمع صوت القنبولة والعافية اللي شاعلة خدمتهم وبيله وهرب جا حاسان يشوف الضاريح حتى بأليه الساك اللي مدفون جبده ولقاه عامر بالفلوس هز الساك وهرب من تمه الشخص المجهول فاق وسمع صوت الإسعاف والضارك الملكي ناط بالزربة وهرب حاسان من اللي يرجع للدار شايف الفلوس اللي في ساك وفكر يرجع يبني الضاريح واسمي داريح السيبراهيم وبدوا الناس يجوا من كل أنحاء العالم يزوروا ويتصوروا حدى داريح السيبراهيم وهنا سيلا فيلمنا ما تنسى جيموا قابوني وشي كومنت يرزوين وتحلوا لي فراسكم حتى الفيلم الجاي إن شاء الله اشتركوا في القناة